بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي في اللقاء الأخير من اللقاءات ودروس المقرر الرياضيات 6 أتمنى تكونوا مستمتعين معنا في هذا المقرر دعونا نتذكر معا مفردات هذا الدرس ولعلنا إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى نختم هذا المقرر على خير وأنتم بصحة وسلامة خلونا نشوف المحتويات هذا الدرس طبعا نتكلمنا في هذا الدرس أن الدوال الأصلية والتكامل الغير محدد وبعد ذلك تكلمنا عن قواعد إيجاد الدالة الأصلية وتكلمنا عن التكامل الغير محدد وختمنا بالنظرية الأساسية للتفاضل والتكامل تبقى لدينا فقط اللي هو المثالين رقم 5 و 6 من هذا الدرس فلعلنا نراجع بشكل سريع الشيء اللي احنا تعلمنا قلنا الدالة الأصلية هي أني أنا أروح أعطيك المشتقة يكون عندك دالة وبعدين أعطيك أنا المشتقة وبعد أن أعطيك المشتقة أطلب منك الدالة الأصلية الدالة الأصلية اللي كانت موجودة قبل الاشتقاق فتعلمنا قواعد إيجاد هذه الدالة الأصلية كما هي موجودة في الكتاب أو ولخصناها في هذه الشرائح عندنا اللي هو قلنا تكامل الدالة الثابتة أو تكامل A بالنسبة لـ X يساوي AX بالنسبة لـ X فتكامل الاثنين هو 2X زائد C وقلنا دائما في أي سؤال لازم أضيفنا هذا الثابت تكامل السالب 5 بالنسبة لـ X هو سالب 5X زائد C وكذلك تكامل الجذر 6 بيكون عبارة عن جذر 6X زائد C بهذه الصورة بعد ذلك تعلمنا له قوانين الجذور والكسور يعني اللي مرت علينا قلنا أن جذر X يساوي X أس نص الجذر النوني لـ X يساوي X أس واحد على N فمثلا الجذر الخماسي لـ X يساوي X أس واحد على 5 كذلك الجذر الجذر النوني لـ X أس M يساوي X أس M على N فبالتالي هذا يساوي مثلا لو كان عندك أنت الجذر الرباعي لـ X أس 7 فهذا يساوي X أس 7 على 4 بهذه الصورة وهذه القوانين طبعا نحن تعلمناها في مقرر رياضيات 3 كذلك إذا كان عندي أنا كسر مثلا 1 على X أس 6 مثلا فهذا يساوي X أس سالب 6 وبعد ذلك تعلمنا يعني اللي هو إيجاد تكامل دالة القوة النونية قلنا أن إذا كان عندك دالة قوة نونية تترك الـ A كما هي أما X أس N فسوف نزيد الـ S1 ثم نقسم عليه نزيد الـ S1 ثم نقسم عليه فبالتالي الآن لو جيت قلتك ما هو تكامل X تكعيب قلنا أنه سير راح يساوي X تكعيب بتصير X أس 4 على 4 زائد C أما تكامل 2 X أس 5 فبترك الـ 2 كما هي X أس 5 بتصير X أس 6 على 6 بهذا الشكل زائد C ثم ممكن نبسطها نقليها 3 X أس 6 زائد C كذلك لو جاءك تكامل 3 على X أس سالب 4 طبعا هنا X أس سالب موجود في المقام بصاعدة إلى الأعلى فبتالي يصير تكامل 3 X أس 4 بالنسبة الـ X الآن أقدر أقوم بعملية تكامل بترك الـ 3 كما هي أما الـ X أس 4 بتصير X أس 5 على 5 زائد C بهذا الصورة كذلك لو كان عندك اللي هو تكامل الجذر لـ X فتكامل الجذر لـ X يساوي طبعا الجذر لـ X يساوي X أس نص بالنسبة لـ X فالآن عندما أريد إيجاد اللي هو ناتج التكامل سوف أزيد الأس واحد فأقول X أس نص زائد 1 على النص زائد 1 زائد C طبعا سيعطيك الجواب يكون X أس 3 على 2 على 3 على 2 زائد C ممكن أنا أرتب هذا الحل بطريقة أخرى و قلنا لازم أصير أن أعرف اللي هو طريقة الحل فمقام المقام يصعد إلى البسط و 3 تكون في المقام و يكون عندك هنا الجذر التربيعي لـ X تكعيب طبعا زائد C بهذه الصورة كذلك هنا لو جاء قال لك الجذر التكعيبي لـ X أس 7 فأنت بتحولها إلى X أس كم؟ بتقول دائما الأس يكون في البسط و دليل الجذر يكون فيه المقام فيصير 7 على 3 بالنسبة لـ X طبعا بنزيدها 1 و لما نزيدها 1 فالناتج سيكون X أس 7 على 3 زائد 1 و الواحد عبارة عن 3 على 3 فتصير 10 على 3 و هنا 10 على 3 زائد C ممكن أن نرجعها للصورة الكسرية مع بعض الترتيب فمقام المقام أصعد إلى الأعلى و العشرة تضر في الأسفل و جذر تكعيبي لـ X أس 10 و لا ننسى صديقنا C يعني هذه تقريبا أو مجمل القوانين التكامل اللي احنا تعلمناها في يعني المقرر أو تعلمناها في الدرسين الماضيين اليوم بذن الله تعالى سنواصل في حل اللي هو يعني المثالين رقم 5 و رقم 6 ولكن قبل ذلك دعونا نتذكر النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل أنه لو كانت تكامل محدود كيف تصرف طبعا إذا كانت تكامل غير محدود فسأوجد الدالة الأصلية ثم أضيف لها C فتخرج لجميع الدوال الأصلية لهذه الدالة من خلال يعني إضافة C حيث أن C عدد ثابت حيث أن C عدد ثابت كونستنت فالC هنا عدد ثابت ولكن إذا كان عندي التكامل له حدود فسأستخدم النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل التي تنص على أني أخذ اللي هو أوجد الدالة الأصلية بعد ذلك أعوذ في الحد العلوي ناقصا تعوذي في الحد السفلي أعوذ في الدالة الأصلية في الحد العلوي وفي الحد السفلي وأطرح الناتجين من بعض فتيخرج لناتج هذا التكامل طبعا نرمز لهذا الرمز بالرمز الدالة الأصلية وبعدها اللي هو ال-B وال-A ثم نعوذ في الحد العلوي ناقصا الحد السفلي كما هو ظاهر أمامنا هنا طبعا في بعض الكتب ترمز أيضا للتكامل محدود بهذا الشكل يعني تكتب لك من A إلى B وفي كتب تكتبها بهذا الشكل F ل X كذا من A إلى B يعني على شكل خط أو على شكل قوس مغلق يعني بهذا الشكل كلها تأني تكامل محدود وتعطيني حدود التكامل اللي هي من A إلى B كلها راح نعوض فيها في الحد العلوي اللي هو ال B ناقصا الحد السفلي اللي هو ال A خلونا نشوف نبدأ في المثال رقم خمسة لاحظ في المثال رقم خمسة أعطاني نفس الدالة موجودة هنا وموجودة هنا ولكن هنا أعطاني تكامل غير محدود وهنا تكامل محدود فإحنا قلنا أن دائما في عمليات التكامل أيها الأخوة الكرام دائما عندما أقوم بإجراء تكامل فأنا إذا كان ما في حدود أضع C إذا ما كان في حدود أضع C يعني كني زي ما قلنا تجد تنادي شخص مثلا معين أو تخاطب شخص تقول المكرم فلا فلاني سلمه الله لازم تكتب C اللي هو سلمه الله طيب إذا في حدود يقول حفظه الله اللي هو الحدود فبالتالي يا سلمه الله يا حفظه الله لا يمكن أنك تجري التكامل يعني تكتب الدالة الأصرية إلا يجب أنك تضع إما تضع C أو تضع الحدود لهذا التكامل يلا خلونا نشوف كيف نوجد هذا التكامل الآن سواء بالفقرة A اللي بدون حدود أو الفقرة B اللي فيها حدود يلا سمي بسم الله ما هو تكامل التسعة X تكامل التسعة X التسعة كما هي الـ X هنا X S1 فتصبح X تربيع على أثنين ناقصا الـ X S3 الـ X S3 ما هو تكاملها الـ X S3 بزيد الـ S1 صارت X S4 على أربعة زائدا طبعا C بهذا الشكل هل في شيء يتبسط يمكن ما في شيء يتبسط يعني هذه هي أبسط صورة للكسور الموجودة ولكن دعونا نكتب الأربعة بشكل يعني أوضح من هذا كده زائدا C بهذا الشكل أنتبه للإشارة لاحظ هنا إشارة سالبة أنزلها كما هي كإشارة سالبة في الحل طيب لو جيت أنا أحل الحين الفقرة B ولكن أبغى أوجد الحدود فلما أجري التكامل ناتج التكامل اللي بيخرج نفسه فبيكون 9 X تربيع على أثنين ناقصا X S4 على أربعة ولكن هنا طالما أني عندي حدود خلاص ما يحتاج أحط السي أحط الحدود أكتب من الاثنين إلى الثلاثة من الاثنين إلى الثلاثة فأنا في البداية رح أعوض في الاثنين وبعوض بالثلاثة عفوا ثم أعوض في الاثنين فحنا نحسب الآن F لثلاثة ناقصا F للاثنين يعني بهذه الصورة فأنا نحن أعوض في الثلاثة فأقول تسعة في ثلاثة تربيع على اثنين ناقصا ثلاثة أس أربعة على أربعة بهذا الشكل وهنا أعوض بثلاثة و أقول تسعة في أثنين تربيع على اثنين ناقصا أثنين أس أربعة على أربعة بهذه الصورة طبعا ثلاثة تربيع عبارة عن تسعة تسعة في تسعة 81 على 2 بتكون 40.5 أفواً 40.5 ناقصاً 3.4 أيضاً 81 على 4 بتكون عبارة عن 20.5 بهذه الصورة ناقصاً الآن 9 في 2 تربيع 2 تربيع 4 في 9 36 36 على 8 بتكون 18 ناقصاً 2.4 16 16 على 4 بيكون 4 بهذه الصورة طبعاً 40.5 ناقص 20.4 ستكون 20.4 18 ناقصاً 4 بتصير 14 وبالتالي الناتج سيكون عبارة عن 6.4 يكون ناتج 6.4 بهذه الصورة كذلك بإمكاني أستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد ناتج هذا التكامل إلا أحبيت أني أتأكد من إجابتي ممكن أستخدم الآلة الحاسبة أفتح تكامل من الزر المخصص للتكامل وأضع حدود التكامل طبعاً اللي هي من 2 إلى 3 طبعاً هنا نقوم من 2 إلى 3 ثم بعد ذلك أكتب الدالة الموجودة عندي طبعاً الدالة الموجودة هي عبارة عن 9X فنفتح قوس أولاً 9 الـ X كيف أكتبها؟ أضغط ألفة وبعدين اللي هو القوس هذا شوف مكتوب جنبه X بهذا الشكل ناقصاً نفس الشيء أكتب الـ X وأضع عليها تكعيب بهذه الصورة ثم أقفل القوس وأضغط المساواة لاحظ الناتج ظهر معي اللي هو 6 وربع أو 25 على أربع يعني ممكن أكتب بهذه الصورة أو هذه الصورة كذا أكون أنا أتأكد كذا أن إجابتي دقيقة وصحيحة 100% لو جينا حبينا أن نحل تحقق من فهمك كذلك هلاحظ هنا في الفقرة 5A تكامل غير محدود فبالتالي راح أقوم بحساب التكامل الآن الـ 6 بتركها كما هي الـ X بتصير X3 على 3 زائداً 8 كما هي الـ X1 صارت تربية على 2 ناقصاً الثلاثة دالة ثابتة فبالتالي أضيف لها الـ X أنسى صديقنا السي طبعاً هنا تحتاج شوية اختصارات بس الـ 6 أثاثة بتصير 2X تكعيب زائداً 8 أثنين اللي هي بتعطيك 4X تربية ناقصاً 3X زائداً السي فلاحظنا هنا طالما أن التكامل هنا تكامل غير محدود فبالتالي سأقوم بوضع السي سأقوم بوضع السي ولكن في الفقرة الثانية لاحظ أن التكامل محدود أو الفقرة 5B ستكون تكامل محدود وبالتالي لا يحتاج أني أحط السي وإنما أضع مباشرة الحدود لأن حتى لو حطيت السي ستشيل السي مع السي أو السي بروح مع السي من الطرفين وبالتالي لأنني أعوض في الحد العلوي ويكون فيه سي وبعوض في الحد السفلي ويكون فيه سي فالسي تروح مع السي بهذه الصورة دعونا نسمي باسم الله ونوجد هذا التكامل يلا بقول الآن تكامل السالب X4 هو سالب X5 على 5 بهذا الشكل زائدًا 8 X4 على 4 ناقصًا 24 X3 على 3 زائدًا 30 X تربيع على 2 ناقصًا 4 X طبعًا هذه تكون محصورة بين الواحد والثلاثة بين الواحد والثلاثة نحتاج أن نرتبها شوي فنقول هنا سالب 5 X5 زائدًا 2 X4 ناقصًا 8 X تربيع يعني اختصارات فقط 15 X تربيع ناقصًا 4 X محصورة بين الواحد والثلاثة نضطر نعوض في الثلاثة أولاً فبقول سالب 5 في ثلاثة أس 5 زائدًا 2 في ثلاثة أس 4 ناقصًا 8 في ثلاثة أس 3 بهذا الشورة زائدًا 15 في ثلاثة تربيع ناقصًا 4 في ثلاثة إذن هذا فقط التعويض في ثلاثة هذا فقط التعويض في ثلاثة الآن بعوض أيضا في الواحد فأقول ناقصا لما نعوض الواحد سالب خمس في واحد في سر سالب خمس في هذا الشكل زائدا أثنين لذلك تعويض في واحد أسهل شوية ناقصا ثمانية ربما نحتاج أن نمسح الخط هذا الفاصل يعني ناخذ شوية من مساحة السؤال المجاور لأن السؤال شوية طويل فبالتالي نقول هنا ناقص ثمانية وزائدا خمسطعش بهذا الشكل ناقصاً أربعة إذن هذا هو التعويض في الواحد طبعاً الحسابات هنا شوية تصعب علينا فلا يمنع أن أنا أستخدم الآلة الحاسب وسوف ناخذها للجهة الثانية حتى نشوف المعادلة الموجودة فأنا أقول أبغى سالب خمس مثلاً واحد على خمسة ضرب اللي هو ثلاثة أس خمسة بهذه الصورة زائداً أثنين ضرب ثلاثة أس أربعة أو ممكن أكتب واحد وثمانين إذا كنت أعرف أنا الأسس كذا مباشرة عندك ناقصاً ثمانية ولا بد تكون أنت منتبه الإشارات ناقصاً ثمانية ضرب ثلاثة تكعيب ثلاثة أس ثلاثة بعدين زائداً خمسة عشر ضرب ثلاثة تربيع ثلاثة تربيع بهذه الصورة بعدين أخيراً نقول ناقصاً أربعة ضرب ثلاثة بهذا الشكل هنا رح أعطيك الناتج اللي هو عشرين فاصل أربعة إذن هذا فقط التعويض في ثلاثة أعطاني عشرين فاصل أربعة ناقصاً أبحسب الحين التعويض الآخر اللي هو عند الواحد فبقول سالب خمس سالب صفر فاصل اثنين اللي هو الخمس مثلاً زائداً اثنين ناقصاً الثمانية زائداً الخمسطاش ناقصاً الأربعة يعني أحسبها أفواً ناقصاً الأربعة بهذه الصورة تأكد كذاً معادلتي كتبت بشكل صحيح سالب صفر فاصل اثنين اللي هي سالب خمس زائداً الثنين ناقص ثمانية زائد خمسطاش ناقص الأربعة حيطلع الجواب يساوي أربعة فاصلة ثمانية إذن رح نطرح اللي هو أربعة فاصلة ثمانية فيصير عشرين ناقصاً أربعة عشرين فاصلة أربعة عفواً ناقصاً أربعة فاصلة ثمانية بهذا الشكل فيخرج الناتج اللي هو يساوي كم؟ خمسطاشر فاصلة ستة بهذه الصورة والأوحد تتأكد باستخدام الآلة الحاسبة بإمكانك توجد الحل من خلال التعويض ولكن يفضل أن الخطوة هذه تكون لي التأكد فقط لأن مثلاً في اختبار التحصيل ممنوع استخدام الآلة الحاسبة فأنت بتقول هنا أبغى أفتح قوس سالب اللي هو إكس أس أربعة بهذا الشكل بعدين أقول زائداً ثمانية إكس أس ثلاثة وبعدين أقول ناقصاً أربعة وعشرين ألفة وتضغط القوس هذا يعطيك الأكس وبعدين نقول تربيع وبعدين نقول زائداً ثلاثين أكس ألفة ونفس القوس هذا أكس وبعدين ناقصاً الأربعة وقفل القوس مهم أنك ترتب حلك بالأقواس وتضغط مساواة حيطر معك جواب خمسطاشر فاصل ستة وكذا تتأكد أنت إجابتك صحيحة نختم الآن أيها الأخوة الكرام في المثال رقم 6 في المثال رقم 6 طبعاً أعطاني تطبيق فيزيائي أعطاني تطبيق فيزيائي اللي هو الشغل المبذول دائماً الشغل اللي نعرفه في الفيزياء تعلمناه وتعلمناه كذلك في الوحدة الأولى لما تكلمنا في المتجهات قلنا أن الشغل المبذول هو دائماً عبارة عن إيش عبارة عن أو الورك هو عبارة عن متجه القوة مضروباً ضرباً داخلياً في متجه الإزاحة في الوحدة الأولى أخذناه لما تكلمنا في درس الضرب الداخلي درس الثالث من الوحدة الأولى كذلك احنا تعلمنا بالفيزياء قلنا أن الشغل المبذول هو عبارة عن اللي هو القوة ضرب المسافة اللي هو في كوساين الزاوية فيتا اللي تكون محصورة ما بين القوة وما بين المسافة أو الإزاحة طبعاً هذا سيعطيك اللي هو الإزاحة لما نضرب نحن في كوساين فيتا فكأنني أعطيتها اتجاه فصارت تحولت المسافة إلى إزاحة فبالتالي سيكون ناتج الشغل بهذه الطريقة الآن سنتعلم طريقة أخرى أيضاً لحساب الشغل المبذول من خلال التكامل من خلال التكامل طبعاً هنا لاحظ معي سأعطيك تكامل من رقم إلى رقم هذا الرقم إلى رقم هذه تلطيني الإزاحة هذه تمثل الإزاحة وهذه تمثل القوة بهذه الصورة فبالتالي إذا أردت أني أحسب الآن اللي هو الشغل المبذول فبالتالي سأوجد ناتج التكامل فأسأقول أن الوارك يساوي التكامل من صفر إلى نصف لـ 360X في هذه الدالة بالنسبة لـ X الآن أجري التكامل فلما أجري التكامل 360X و تصير 360X تربيع على 2 من صفر إلى النصف سيكون الناتج ساوي كم؟ سيساوي 180X تربيع من الصفر إلى النصف تكتب النصف على شكل كسر أو على شكل عدد عشر ما عندك مشكلة الآن أعوذ في النصف وبعدين أعوذ في الصفر لما أعوذ في النصف نصف تربيع ربع ربع ضرب 180 سيكون 45 و لما أعوذ في الصفر سيعطيني صفر فبالتالي سيكون الجواب عبارة عن 45 جول بهذه الصورة أوجد الحل و لو حبيت في تحقق من فهمك أيضا أعطاني نفس المسائل فبالتالي أقول هنا من صفر إلى 0.7 أريد وجري التكامل فأقول أن الناتج التكامل هو 476X تربيع على 2 من الصفر إلى 0.7 بهذه الصورة 476 على 2 بتكون 238X تربيع من الصفر إلى 0.7 الآن سأعوذ في الصفر ثم أعوذ في الصفر طبعا لما تعوذ في الصفر أكيد الناتج سيطلع صفر ولكن أنا أعوذ في الصفر فاصل إلى سبعة بس خلنا أخذ الآلة الحاسبة هنا و يلا نقول 238 ضرب 0.7 تربيع في هذه الصورة وبالتالي سيخرج معك الجواب الذي يساوي 116.2 و 60 116 116.2 هل نكتبها بشكل أفضل 116.2 و 60 وبالتالي الناتج سيطلع معك 116.62 جول بهذا الشكل و يعني تبقى لدينا أيضا الفقرة 6B اللي هي عبارة عن أيضا تكامل 0 من 1 إلى 1.4 وبالتالي سنقول الآن أن ناتج التكامل بيكون 512 X تربيع على 2 من 0 إلى 1.4 وبالتالي سنقول الآن أن هذا يعطيني 256 X تربيع من 0 إلى 1.4 طبعا سنقوم بالتعويض في 1.4 أما التعويض في الصفر فهو معروف سلفا لأن صفر تربيع صفر ضرب 256 يضل صفر وبالتالي سنقول 256 ضرب 1.4 تربيع بهذا الشكل وبالتالي الناتج سيخرج معك 501.76 501.76 إذن سنقول هنا 501.76 بهذه السورة والوحدة ستكون بالجول وبذلك أيها الأخوة الكرام يعني نكون بحمد الله تعالى أنهينا درسنا الأخير من دروس هذه الوحدة الجميلة والمقرر الجميل حقيقة مقرر رضيات 6 و إن شاء الله تكون ختامها مسك للجميع تعلمنا الدوال الأصلية والتكامل غير محدد عرفنا القواعد قواعدة الدالة الثابتة و قاعدة الدالة النونية تكلمنا كذلك عن التكامل غير محدد و قلنا إذا كان عندي تكامل غير محدد لازم أقول في الأخير إيش أقول سلمه الله لازم أضيف إيش لازم أضيف السي ثم بعد ذلك تعلمنا اللي هو النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل أنه إذا كان لديك تكامل له حدود فبالتالي نعوض في الحد العلوي اللي هو الأف لبي ناقصا نعوض الدالة الأصلية كذلك في الحد السفلي و بالتالي يخرج لناتج التكامل و ختمنا في دروس السابقة بمجموعة من الأسئلة كتقويمات لفهمنا في الختام نشكركم حقيقة لحسن المتابعة على مدار الفصل الدراسي تمنى إن شاء الله أن نكون وفقنا في تقديم هذا المقرر بصورة مبسطة للجميع و أنكم تكونوا استمتعتم و استفدتم من دروس هذا المقرر بدأنا بدراسة المتجهات ثم الإحداثيات القطبية و الأعداد المركبة و مررنا على الاحتمالات و التوزيعات الاحتمالية و التحليل الإحصائي و الاحتمال المشروط و التوزيعات طبعا التوزيع الطبيعي و التوزيع ذي الحدين و ختمنا بهذه الوحدة التي انقسمت إلى ثلاثة موضوعات رئيسية النهايات و الاشتقاق و التكامل في الختام لا يسعني حقيقة لأنتقدم بالشكر الجزيل لكم و عزائل المشاهدين و المشاهدات على متابعتكم و على دائما لدروسنا على قناة عين كما أتقدم بالشكر الجزيل لمن ساعدني في إخراج مقرر بهذه الصورة الأخوة المشرفية التربويين الأستاذ محمد آل إخراج و الأستاذ ناصر الشهراني كذلك فرق التصوير و الإخراج حقيقة يقدموا جهود مشكورة من خلف الكاميرا أو خلف الشاشات أو من وراء الكواليس أتمنى لهم دائما التوفيق و أتقدم لهم بالشكر الجزيل لأنهم قدموا لحقيقة الدعم و المساندة في إخراج هذا المقرر بهذه الصورة في الختام أتمنى لكم دائما مستقبلا مشرقا و إن شاء الله يكون تخرجكم من المرحلة الثانوية بداية انطلاقة نحو الأفضل بإذن الله تعالى و يكون مستقبلكم دائما مزهر و تكونون لبنات صالحة في بناء وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية هذا الوطن الذي يستحق مننا الكثير حقيقة أن نقدم أنفسنا و نقدم علمنا و نقدم أفكارنا و نقدم ما تعلمناه و نبذل في شأن هذا الوطن الغالي و النفيس حقيقة من أوقاتنا من أموالنا من كل ما نستطيع حقيقة لرفعة هذا الوطن أتمنى دائما أن تكونوا في أفضل حال أشكركم و بإذن الله نلقاكم دائما و أنتم بصحة و سلامة دمتم في رعاية الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر